موسيقى موجز لأهم الأنباء من قناة الحياة الجزائرية أهلا بكم وجه الوزير الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي اليوم الأحد نداء لشعب الجزائرية حيث قال فيها هأنا اليوم مثل ما عودتكم دوما بوقوف إلى جانبكم حاملا همومكم معبرا عن تطلعاتكم متبنيا مواقفكم الوطنية الصادقة بدون حسابات سياسوية ضيقة أو أهداف أنانية محظى خلال العشرية السوداء أو خلال الأزمة الأمنية التي عصفت ببلادنا الحبيبة في التسعينيات ودفاعنا المستميط عن الحوار والمصالحة وخلال استجابة لنداءاتكم بالترشح للرئاسية تقول 1999 ومات لها خلال العشرين سنة الأخيرة من تعبير عن المواقف التي احتضنتمها بصدق ومحبة سواء بالتعبير الشخصي أو الجماعي رفقة ثلة من الشخصيات الوطنية الصادقة في مبتغها ها أنا اليوم أستمر في التواصل معكم بمحبة ووطنية منزهة عن كل شيء فيما بقي من عمري بقي هذا وقال الإبراهيمي وطننا الغالي يجتز محنة فرضها علينا وباء كورونا الذي تعمل السلطات العموبية بكل مستوياتها على تسييره بحكمة ومسؤولية وبالإمكانيات المادية والبشرية المتحة هذا ودع الإبراهيمي الجزائريين إلى عدم الاستهانة بأخطار الوباء الجديدة على البشرية وعدم الإنجراء ورار الإخطابات المفزعة التي تزرع الرعب في نفوس المواطنين الأمنة كما طالب الإبراهيمي بعدم التهوين والتهويل بل اليقظ والحيط والوقاية والصبر الذي بشرنا به الله كلما أصبتنا مصيبة الإبراهيمي قال أيضا في رسالته ليس لنا في ظل هذه الظروف الصعبة والحساسة إلا أن نغلب روح التضامن الوطني ونتحلى بالانضباط ونأخذ بتوصيات السلطات الصحية في البلاد ونستمع لكلمة الأطباء والمختصين الذين أحييهم جميعا على تضحيتهم وأضاف ليس لنا إلا أن نلتف حول الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاصة للتصدي لهذا الوباء حفظا أو حفظا الله منه جميعا للإجراءات وقائية لا بديل عنها في الوقت الراهن كالحجر والعزل والتخفيف من الحركة والتنقل والأخذ بالإرشادات الطبية كل ذلك في ظل روح التأخي والتأذر والهدوء والانضباط وقال الإبراهيمي أن وطننا العزيزة سيتمكن بفضل الله أولا ثم بفضل عزيمة رحاله من تجاوز هذه المحنة بسلامة فكم هي المحنة التي تحدها أباؤنا وأجدادنا على مر العصور وخرجوا بوحدة صفهم واجتماع كلمتهم منتصرين إذن نهاية الرسالة كان هذا هو النص الكامل لرسالة وزير الخارجي الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي والتي وجهها للأمة الجزائرية اليوم هذا وسيكون هناك برنامج خاص من تقديم شهر زاد أوليد عزوز لمناقشة فحو الرسالة إذن مشاهدين الأفاضل بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية الموجز نلتقي على رأس كل ساعة أطيب المنحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر